فوراً مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الانتاج الحربي لاستلام الأشجار الموجودة وكان بصراحة كان فيه تنوع كبير بين الأشجار الموجودة كان فيه أشجار مسمرة كان فيه أشجار اللي هي القفور كان فيه أشجار الزينة احنا استلمنا حوالي 25521 شجرة أول ما سمت للإستلام صدر قرار سيد اللواء إبراهيم أبو الأيمون محافظة المفية تم تشكيل لجنة رئيسية ولجنة قرارية برئيس الوحدة المحلية وتم التوزيع على الوحدات المحلية فوراً بعزي الأشجار والمسحات وتم تقسيط أماكن لها زراعة عزي الأشجار وكان نصيب مدريات الخدمات كمان عندنا أيضاً في محافظة المنفية برضو نصيب كويس جداً كان حوالي مثلاً نقول له طريقة التربية والتعليم عملنا في المدارس والتربية والتعليم حوالي أكثر من 6.000 شجرة عملنا أكثر من 5.3 شجرة في مدارية الزراعة حوالي في مدارية الشؤون الصحية في الوحدات الصحية كمان إلى حوالي 7.3 شجرة في المناطق الصناعية عندنا عندنا طبعاً عندنا منطقة الصناعيات قويسنا وعندنا منطقة الصناعيات السادات وعندنا منطقة الحررة في جبيل الكم تم برضو حوالي أكثر من عشر ثلاث شجرة ليهم ما بين مسمر وبين أشجار دينا وشركة مياه شربو الصف التحيب المنطية أيضا برضو كان لها حظ عندنا حوالي 20 شجرة ومدرية الطب الضغر طيب المناطق اللي حاك قلتها دي على أي أساس تم اختيارها ليه حددتوا المناطق دي بالذات في المحافظة علشان يتم زراعة الأشجار فيها ضمن المبادرة هو احنا تم اختيارها بالتنسير مع مدرية الزراعة عندنا تم اختيار الأماكن ديات بالتنسير مع مدرية الزراعة عندنا بحيث ان احنا شفنا الاحتياج الفعلي المناطق اللي نحتاجها فعلا للأشجار وابتدنا تم زراعتها وتم اشجارة أشجار المسمرة كمان بشكل كبير وديك كان بطراحة يعني أول مرة نزرع عندنا في حوض المنطية الأشجار المسمرة احنا كان لدينا نقصد كبير جدا في المحافظة في الأشجار يعني إحنا عندنا في الأشجار المسمر كان عندنا شجر الليمون كان حوالي 55 ألف شجر الليمون كان عندنا حوالي 54 ألف شجر بصقان والشجر الجواسة حوالي 33 ألف الزيتون 42 ألف الرومان 4 ألف اليوسيفي 3 ألف النبئ 3 ألف فتم التنسيم عمودة الزراعة وتم زراعات المدينة الكامل وتم تشكيل لجان أسبوعية بالمرور على أسبوعي وبينسم تأديل شهري على أستاذ اللي هو إبراهيم وبرلمون بحافظة الملوكية لمتابعات المزراعات عظيم نيجي بقى للجزء اللي حاجة بتذكر فيه دلوقتي المتابعة دكتور أحمد المتابعة مسؤولية مين لأن ده مجهود كبير جدا وفيه إنفاق فيه فلوس كمان اتصرفت فمسؤولية مين المتابعة المتابعة تم تشكيل لجنة رئيسية من دوان عام المحافظة والجان فرعية برئاسة رئيس الوحدة المحلية المركز والمدينة بيتم المرور أسبوعيا عليها وبيتم من خلال الوحدات المحلية يعني من خليها من أول القرية رئيس القرية لحد رئيس مجلسة المدينة لحد المحافظة كله في لجان مفارعية مشكلة لكلام ده وبيتم عرض تقرير مفصل على السيد اللواء إبراهيم أبليمون محافظة المنطية وبصراحة السيد اللواء إبراهيم أبليمون بصراحة يعني هو اهتمام كامل وإهتمام كبير جدا بالتقرير وبيتم مراعاة بالتمرار وزرعها ورعايتها وريها بالتمرار هل في جدول زمني معين علشان تنفيذ أهداف المبادرة يعني هل هيكون فيه كمان مرحلة تانية منها طبعا هو دي تم المرحلة الأولى منها وتم الحمد لله زراعة 100% من الأشجار وفي المرحلة التانية هتبتدي من الشهر القادم بإذن الله بتنسي مع عوضات التنمية المحلية طيب دكتور حضرتك كنت بتتكلم عن فكرة المتابعة لكن زراعة الأشجار نفسها هل كان في نوع من أنواع المشاركة مش من الجهات التنفيذية الموجودة في المحافظة فقط لكن من جهات تانية زي مثلا طلبة مدارس أو جامعات أو جامعيات أو منظمات مجتمع مدني شاركت كمان في زراعة الأشجار طبعا إحنا عندنا بعض الكرة في الكرة عندنا منظومة الجامعة من المنبع فيها شركات القطاع الخاصة والجامعيات الأهلية الجامعيات الأهلية عاملة شغلة كويس جدا وطلبة المدارس معنا في دهان الأطفاء في زراعة الأشجار في تجميل مداخل الكرة كلها بالكامل فلا مشترك المجتمع المدني عندنا مشترك بصورة كبيرة جدا معنا ومشارك بصورة فعالة طيب بالنسبة للأشجار المثمرة أماكنها فين بالزبط وإن شاء الله بإذن الله لما يكون فيه إنتاج ده يروح فين ده الأماكن بدأتها على مختلف مدريات الخدمات مثل مدرية الشباب والرياضة ومدرية الزراعة ومدرية الصحة وفي المدارس وفي التربية والتعليم وده بيتم إن شاء الله بإذن الله وطبعا المستفر ده بيأخذ وقت شوية لحد ما يبتدي مفهول وبعد ذلك يبتدي متاح للجمهور يعني هل في مبادرات تانية مرتبطة بالمبادرة الخاصة بزراعة 100 مليون شجرة أو رسال كمان عايزين توصلوها أكتر لأبناء المحافظة بخصوص المبادرة؟ هو بصراحة في ظل تغيرات من أخير اللي بيمر بها العالم كله إن إحنا نقدر إنها المبادرة تنطلق بالأشجار دي ويبقى بالمنظر جمالي وبالحفاظ على البيئة والمواطن حاس بيحس بها نفسها نحاس مثلا بمداخل الكرة نفسها والمواطن في القرية حاس إن الشكل كله بتاع القرية تغير بهو أكتر حرصا على الحفاظ عليه دي بصراحة يعني المواطن نفسه حس بيها وابتدى هو اللي يحافظ عليها مش إحنا بس بنحافظ عليها لأن المواطن نفسه ابتدى يحس بيها وابتدى يحافظ عليها وابتدى يقول يطلب كمان يعني ابتدى يطلب كمان وبقى عنده استمام ووعي كامل بالحسة دي مسؤوليتنا دكتور أحمد كلنا كمان لازم كل أبناء المحافظة يشاركوا المحافظة الجهات التنفيذية في الحفاظ على هذه الأشجار اللي بتزرع عندهم سواء كانت المثمرة أو الزينة أو اللي بيستخرج منها الأخشاب لأن لها فوائد عديدة زي ما قلنا هذه الفوائد بالإضافة طبعا إلى مواجهة أثار التغيرات المناخية احنا طبعا بنشكر حضرتك الدكتور أحمد أبو بكر مدير عام شؤون البيئة بمحافظة المنوفية شكرا جزيلا رفا شكرا جزيلا لحضرتك ودلوقتي هنتحول مع حضرتكم عشان نتابع موجز لأهم وآخر الأنباء شكرا ليلى الثامنة صباحا بتطويل الكاهرة أصدر الرئيس عبدالفتاح سيسي قرارا جمهوريا بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكومة عليهم بمناسبة الاحتفال بايد قوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2023 تضمن القرار الجمهوري تشكيل لجنة عالية من الجهة الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر في من يستحق العقوبة